الى جانب الجهود الامنية للقضاء على الارهاب هناك حاجة الى توفير التنمية الحقيقية في سيناء خاصة بعد الجهود المبذولة من جانب الحكومة لاحداث نهضة شاملة لاهالي المنطقة الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري شددت كلال فعاليات مؤتمر التنمية في مواجهة الارهاب على ارض سيناء شددت على الاهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا الاقليم العزيز مشيرة الى حجم الاستثمارات العامة هناك والتي تتم بالتنصيق مع المحافظة والوزارات المختلفة سواء في مجال الصحة او التعليم الهدف الاساسي والذي يضمن الحماية الحقيقية لاي منطقة هو توفير فرص عمل للمواطنين بما يضمن استدامة كل جهود التنمية هذا ايضا ما اكدت عليه هالة سعيد فمنذ عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين وجهود التنمية في سيناء لا تزال مستمرة حيث انفقت مليارات الجنيهات لصالح خطة التنمية من قبل الدولة اضافة الى الجهود الامنية الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة للحفاظ على الامن في شمال سيناء اهلا بحضراتكم التنمية في مواكد الارهاب عنوان كبير تحت هذا العنوان كان المؤتمر زي ما قلت لحضراتكم العقد والاتحاد المصري للمثثمرين برحمة حضراتكم بضيفي في الاستوديو الدكتور عادل يماني وستاذ الاعلام وايضا المستشار الاعلامي للاتحاد ومنصق عام المؤتمر دكتور اهلا وسهلا اهلا بيك استاذ فوزي بحييك وبحيي برنامجك المحترم شكرك جدا شرفتني دكتور شكرك جدا الحقيقة يمكن استاذك باعتبرك استاذ الاعلام ومن ابناء سيناء من بقر العبد تحديدا كنشأة وعدات وتقاليد بالتأكيد العنوان التنمية في مواكد الارهاب في سيناء يعني انا عايز اتكلم عن اهمية المؤتمر والاهداف العريضة اللي كانت موجودة تمام بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بشكرك على طرح هذا الموضوع المهم اكيد بتتطفق معي ويتطفق السادة المشاهدون ان سيناء هي ارض الحضارة الضاربة في قلب التاريخ هي الارض التي باركها الله وضارت فوق رمالها الطاهرة حوارات السماء مع الانبياء هي مصر الانبياء وطن الشهداء شهدت العديد من الاحداث بوابة مصر الشرقية نقطة الالتقاء بين المشرق العربي والمغرب العربي نقطة الالتقاء بين مصر والشام الجزء الاسيوي في مصر طبعا بنتكلم عن مكان بيجمع بين كل العبقريات عبقريت الزمان وعبقريت المكان وعبقريت السكان للأسف الشديد الارض التي سالت عليها دماء الشهداء اليوم تسيل عليها دماء الابرياء ضحايا الارهاب الغادر في اتفاق عام ان الارهاب يقاوم بالسلاح من ناحية وقبل السلاح يقاوم بالبناء وبالتنمية لان التعمير اساسا ضد الارهاب على طول القط الارض التي تزرع الناس التي توطن البيوت التي تفتح وتعمر المصانع التي تنشأ كل دي عبارة عن دبابات وصواريخ وطائرات في مواجهة الارهاب احنا بنقول ان احنا نتحرك في اتجاهين معا في نفس الوقت اتجاه مكافحة ومقاومة واكتساس الارهاب ان شاء الله من على ارض سيناء والطريق الاسهل والاسرع هو الاسرع في عملية صناعة التنمية ابتعدنا عن التنمية طويلا فترات سبقت يا طرى كانت سوء نية ولا سوء تقدير لكن في كل الاحوال ابتعدنا لكن ان تأتي متأخرا اتصور خير من ان لا تأتي على الاسرع تمام تمام طيب بفضل من عينز اتكلم كمان عن الموضوعات التي طرحت في هذا المؤتمر لان الحقيقة فكرة التنمية في سيناء لسنين بنكلم عن التنمية في سيناء ما حصلش تنمية حقيقية الا في الفترة الاخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت هناك مشروعات بيراها المواطن يعني على ارض الواقع طرحته ايه في المؤتمر الافاق اللي كانت موجودة من افكار ومشروعات تمام زي ما حدك قلت في المقدمة الطيبة المؤتمر نظامه الاتحاد المصر لجمعيات المستثمرين برئاسة الاستاذ محمد فريد خميس 48 جمعية مستثمرين على مساوى مصر من رجال الصناع المهتمين والمهمومين بعملية الصناع لما حدث الحادث الارهابي الغادر في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد ربما ارتأ اتحاد المستثمرين ان يفعل الدور الذي كان قد بدأه بالفعل للمزيد من ضخ الاستثمارات على ارض سيناء فقرر ان يبدأ بنفسه من خلال اقابة هذا المؤتمر التنمية في مواجهة الارهاب على ارض سيناء دعية للمؤتمر العديد من القيادات يمكن شرفة المؤتمر وزير التخطيط الدكتورة هالا السعيد وكان سيدة عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء سيدة اللواء محمد الزملوت محافظ الوادي الجديد وبالمناسبة هو من ابناء شمال سيناء بير العبد تحديدا وقيادات كثيرة ومتعددة وربما في تقديري الذي لا يقل اهمية هو الوفد ربيع المستوى من اهل سيناء على الاقل حوالي 40 مواطن سيناء من قيادات سيناء من نواب سيناء السابقين والحاليين من شيوخ القبائل من العواقل من القضاء العرفيين من المعنيين بملفات التنمية كانوا اول الناس حضورا وكانوا اخر الناس مغادرة وشاركوا مشاركة فعالة كيف يكون دور المواطن البدوي كيف يكون دور المواطن السينوي كيف يتم مشهورته او تتم مشهورته من اجل الوصول الى توصيات قابلة للتنفيذ انتهى المؤتمر الى انشاء شركة قابضة لتنمية سيناء تبدأ من 200 مليون جنيه بدأ الوستاذ محمد فايد خميس بنفسه بـ 20 مليون جنيه ويصل الامر بالاكتتاب العام الى مليار جنيه هذا الى جانب انشاء منطقة صناعات صغيرة ببئر العبد هذه المنطقة بتكلفة مبدئية المرحلة الاولى 35 مليون جنيه يقام عليها حوالي 128 مصنعا صغيرا يتلاءم مع الطبيعة البدوية في هذه المنطقة منطقة بئر العبد طبيعة السينوية القاصة لهذه المنطقة احنا في المؤتمر كنا بنكلم عن بئر العبد فقط ولا بنكلم على التنمية في شمال سيناء بشكل عام او في سيناء بشكل عام الله سؤال طيب وسؤال جميل كنا نتحدث عن سيناء بشكل عام لكن حتى لا نضيع الممكن في سبيل المستحيل اتفقنا على ان تكون البداية ببئر العبد بوصف بئر العبد يعني هي البداية الحقيقية أنت عارف حدك من قناة السويس تبير العبد حوالي 70-75 كيلو وبعد كده بتيجي العرش العاصمة وبعد كده بتلاقي لقدام شوية الشيخ زويد ورفح في الوسط نخل والحسنة فالبداية ببير العبد لأننا لما أتكلم عن تنمية سيناء مرة واحدة بيبقى الأمر بالغ الصوبة لكن ده نموذج إزاي نبدأ ببير العبد إزاي نحن نحاول نقدم تجربة تنموية استثمارية صناعية حقيقية وصحيحة على مركز ومدينة بير العبد لكن هذه التجربة هتأخذ طريقها إن شاء الله وتعمل في باقي مدن محافظة شمال سيناء خلي بالحضرك احنا نتكلم عن سيناء عبارة عن واحد وستين ألف كيلو متر مرابعة ستة في المية من مساحة مصر يعني نتكلم عن مساحة شاسعة لابد أن تعمر فعلشان نكون جدين وقد كنا جدين بالفعل قلنا فلتكن البداية ببير العبد وتكون مدينة بير العبد النموذج للمزيد من التنمية في باقي مدن شمال سيناء طيب دكتور بصراحة أما بنتكلم على التنمية في سيناء أحنا بنتكلم على زي ما حقا قلت مشروعات ضخمة كتير جدا زي ما قلنا لسنوات كانت التنمية في سيناء كلام على ورقه وما كانش فيه حاجة بتتحقق لكن الحقيقة وللإنصاف إن فيه مشروعات يعني بدأت تم تنفذها على أرض الواقع في الكثير مش بس بير العبد ولكن مشروعات كبيرة بيتم تنفذها لخدمة أهل سيناء إلى أي مدى بيستشعر المواطن السينوي باعتبار سيادتك من أهل سيناء لهذه المجهودات هل يحتاج المزيد هل يشعر أن هناك توجه حقيقي للتنمية في سيناء يشعر لا شك يشعر المواطن لكن طبعا يأمل في أن تتصارع الخطأ لكن فيه شعور بمجهودات فيه شعور برغبة حقيقية في تنمية سيناء بداية لخير لا يشعر فينا جميعا أهل السيناء وغير أهل السيناء إلا من ننمي هذه الأرض يعني دايما يا أستاذ فوزي وأنت موزيق قدير ومحترم دايما الفراغ يغري بالعدوان هذه الأرض إن لم تشغل بنا ستشغل بغيرنا هذه الأرض التي تحول عديد من الكنوز التي قل أن يجود الزمان بمثلها صحيح إزاي إزاي أن أنا إلى الآن مش عارف أكتشف هذه الصروات حتى لو اكتشفت هذه الصروات فبخليها عبارة عن مواد خام بصدرها مش بصنعها وبصدرها مجرد مخزن كبير الله ينور على حضرتك مجرد مخزن كبير الفوسفات والمانجانيز والحديد والنحاس والرملز واللي بنطلع منه البلور والكريستان أمور كثيرة ومتعددة وكنوز لا حصر أنا مش هتكلم على السواحل 30% من الشواطئ في سيناء هتكلم عن شبه جزيرة محاطة بالماء تقريبا من أربع جهات عندك البحر المتوسط وفي الغرب قناة السويس وبعدين خليج السويس وبعدين خليج العقبة تتكلم عن 120 كيلو هنا و160 كيلو هنا و240 كيلو هنا و150 كيلو هنا إيه ده إيه المكان الرائع العبقرية الموجودة في هذا المكان فيه استشعار زي ما حضرتك يعني استفضلت وسألت لهذه الجهود من التنمية لكن إحنا لسنا في حالة رفاها مع الزمن لسنا في حالة رفاها مع الوقت بتصور أن سيدنا وأعتقد أن الدولة بتعي هذا الأمر هي الأولى برعاية هي الأولى بالاهتمام هي الأولى بالتنمية هي الأولى بتجديد العلاقة مع المواطن السيناء واستشعار ألام المواطن السيناء ومحاولة يعني يعني إبعاد بعض المظالم وقعت في فترات على المواطن السيناء بالمناسبة يعني أكثر المواطنين ليس نوعا من أنواع التحيز بالمناسبة التصاقا بالأرض وحب للأرض وعشق لكل الزرة من طرابها المواطن السيناء المواطن السيناء يمكن المخابرات الحربية وخوات العامة يحدثوا حضرتك أكثر مني صحية إن أكثر حبا للوطن معاونة للقوات المسلحة في كل الأدوار البطولية لم تسجل حالة جاسية وحدة لمواطن سينوي مواطن السينوي اللي تعلم في ثقافة الصحراء كيف يبني الأرض كيف يحمي الأرض كيف يدافع عن المكان ربما منعزلا المواطن ده بيدعو أخاه المواطن في ودي النيل تعالى وعمر ونمي وزرع وابن مصانا طيب أنا عايز أتكلم عن المشروعات المواطن السينوي بيشوفها ملحة ونوقشت خلال فعاليات هذا المؤتمر لو بنرتب أولويات المواطن هناك يعني نشوفها إزاي أولويات المواطن السينوي هي كيف نستفيد بالمميزات النسبية الموجودة لدينا السروات الطبيعية والمميزات اللي موجودة واللي ربنا أوجدها إزاي نحن نطوع هذا لخدمة عملية الصناعة خدمة عملية النمو وخدمة عملية التنمية وطبعا هو يكون مستفيد هو جزء من التنمية وفي النهاية المرضود الأساسي للتنمية يعود عليه وبالتاني نشغل هذا الفراغ نشغل هذا الفراغ مواطن السينوي دفع تمانين تمن الإرهاب وبالمناسبة تمن الحرب على الإرهاب مواطن السينوي يبقى مظلوما للأسف الشديد فالمهم أننا نوجد فرص عمل لهؤلاء الشباب أننا نوجد بيئة ملائمة وحاضنة لهؤلاء الشباب نغتنم المميزات النسبية زي بحدك وصفتها واصطلاح دقيق الثروات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدها ولازم نقرأ المشهد ونقرأ الطبيعة أنا ما أنفعش وأنا بعمل تنمية في سيناء مثلا أجي في قلب الصحراء وأبنى عمارة عمارة في هذه الصحراء والطبيعة السينوية البدوية لا تتلاءم مع هذا الأمر إنما النظام الأفقي والبيت الحزيرة والأغنام أصدد ده فكري كان موجود زمان أنك تعمل حلايب بتعمل تشكة وما تعملش سكن للمهندسين الموجودين والمهندس أنت تعرف هو هيجي منين وطبيعته إيه ويعيش إزاي واتحرك إزاي تقليده إيه أعرف وإيه أنا لما أجي أخطط لتنمية سيناء لما بخطط لها وأنا قاعد مثلا في ركسي أمر طبعا عجيب روح سيناء وشوف الطبيعة ويقرأ المشهد جيدا لأن الحكيم زمان قال طعام وزيد قد يكونوا سما لعمر مش كل نمازج التنمية تصلح لكل الأماكن معا في نفس الوقت عيش وشوف عشان تقدر ترسمي الخريطة ولذلك الخريطة اللي قدمت وقدمها رئيس التحادم السميني أستاذ محمد فريد الخبيس لتنمية منطقة بير العبد اللي هي 128 مصنع بتكلفة مبداية 35 مليون جنيه كمرحلة أولى قرأت هذا المشهد وقرأت الطبيعة طب إحنا عندنا مميزات تسبية طيب إحنا الحرف البدوية طب الغزل البدوي طب صناعة الملح طب تكفيف الطمور طب صناعة زيت الزيتون وتغليف وتعبئته طب الأجود الأماكن وأحسن البقاء صحيح إزاي أننا أختنم هذه الأمور وحاولها كده في معالبات أقدر بيها جوة السوق المصري وأقدر أعمل تصدير وأقدر أوفر عمنا صعب ده كلام كويس في المؤتمر حاك قلت أن فيه كذا الوزيرة كانت موجودة وزيرة التخطيط والمحافظ بالضبط انتهوا لإيه؟ هنبتدي إنت الحاجات الحاك قلتها دي والله لا أكون مبالغا إن قلتوا إن البداية كانت من الأمس يعني إن البداية وطبعا بمشاركة كل أعضاء اتحاد المستسمرين وكل المستسمرين وكل المستسمرين حتى القادمين من خارج الاتحاد فيه اتفاق على أهمية هذا المعنى سيادة محافظ شمال سيناء لواء سيد عبد الفتاح حرحور قدم للأمر كان بالمناسبة معنا المهندس أحمد عبد الرازي رئيس هيئة التنمية الصناعية وقدم خريطة للاستثمار الصناعي في سيناء علشان خاطر يقرى في المستسمر ممكن يكون فيه فرص وفيه مجهولة أثناء الحوار وأثناء النقاش يعني كنا حارصين على أن يبقى شكل مربع ويبقى بناس هنا موجودين وقدمهم المستسمرين وقدمهم الإعلاميين وقدمهم المسؤولين التنفيذيين والقادرين على صناعة القرار علشان خاطر تبقى المناقشة كان هناك حرص كبير جدا على الاستماع لأهل المكان لأن أهل مكة أدرى بشعابها صحيح وهم اللي في النهاية هيتحملون المسؤولية للمحافظة على هذه التنمية المتحققة على الأرض يعني الإجابة المختصرة بدأنا بالفعل منذ الأمس طيب المشروعات الكبيرة اللي كانت مطروحة خلال الفترة السابقة مشروعات الربط بين مصر والمملكة العربية السعودية من خلال الجسر اللي يعني تكلموا عليه أنه يربط فقط التنمية بشكل مختلف عجب تشوف هذه المشروعات إزاي وتأثيرها على التنمية في سيناء بشكل عام طبعا لا شك قولا وحدا رائعا مشروعات رائعة طبعا دي رؤوس أموال ضخمة بمليارات الدولارات مش أقول بمليارات الجولايهات رجال الأعمال رجال الصناعي يشاركون لكن إحنا كنا بالتوازي مع جهود الدولة بيكون في دور دور للاتحاد المستثمرين دور للقائمين على العملية الصناعية في مصر من خلال كيف يستطيعون دون ما لارتكاز الدولة بشكل كبير أن هما يبدأوا هذه الأمور أنا أقدر أعمل مصنع أقدر أعمل اتنين أقدر أعمل مشروع مشروعان خير من مشروع واحد والأفضل أن يكونوا عشرين مشروعان هذا لأن عندك حلول مؤجلة زي الجسر اللي هيربط مصر بالسعودية وزي مشروعات الغاز الطبيعي ومشروعات كثيرة ومتعددة وعندك حاجات محتاجها فورا علشان خاطر توظف الشباب وعشان خاطر تعمل نوع من أنواع الإفاقة المبدئية والسريعة على هذه الأرض وتخلي الناس كمان تتمسك أكثر بالأرض يعني أنا ممكن أقول إيه إنت حضرتك إعلان بقادير السفوز ربما تستوعب أكثر هذا الأمر المشروعات الأملاقة اللي هتأتي بثمرة بعد ثلاثة أو أربع أو خمس سنين إنما أنا كمواطن ممكن واحد أقول لك لا 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 كلام ده كلام ما يكونش معايا أنا فين بقى إنت فين أنت بتقولي كلام ده من سنين ويقول كده طيب إحنا نبدئيا خلال شهور قليلة هيبقى فيه كم مصنع صغير فيه كذا كذا الكلام بقى إيه السريع وبعد كده لما يلتقي هذا مع المشروعات الأملاقة أكيد الرؤية بتكون أكبر والنجاحات بتكون أعظم لا وكمان هو كمان يقدر يستوعبك أو يفهمك صحيح أو يعرف أنت شغال بمصداقية واضحة معاه أنت بتقوله على المستوى القريب أنا أعمل كذا وعلى المستوى الاستراتيجي البعيد أنا أعمل كذا صحيح وهم حارصين على الجزئة أنا أقول لحظاك على الأقل أربعين من أبناء سيناء بخاصة طبعا شمال سيناء من كل المدن من مدن شمال سيناء الستة ومن وسط سيناء ومن بئر العبد من العريش من الشيخ زويد من رفح أنا أعايز أقول لحظاك كان المؤتمر الساعة ستة مساء أبناء سيناء كانوا متواجدين في مكان عقد المؤتمر والله ناس من ثلاثة عصرا مع الصعوبات وتعديد القناة والأمور دي فأنا الحقيقة أنا من خلال منبر حضرتك العظيم قناة نيل الأخبار بأجلون كل الشكر والتحية على الحلول والتواجد والمشاركة الفعالة طيب دكتور يعني كأستاذ أعلم وبالتأكيد مدركات الحياة السياسية والأعلامية ستك يعني بتشوفها وبعتبرك من أهل سيناء الإرهاب اللي موجود في سيناء حاليا سببه غياب التنمية ولا إن احنا نتعرض لمؤامرات متعلقة بأرض سيناء تحديدا وبالتالي هي مطمع للكثير من التحديات الموجودة في الداخل والخارج السبب هو الحاجتين اللي حضرتك قلتهم وأشياء أخرى وأول حاجة غياب التنمية طبعا غياب التنمية لا شك يعني أمر يقيني الابتعاد كثيرا عن التنمية أنا لم يبقى عندي مشروع ترعة السلام ماذا نفز فيه المشروع القومي لتنمية سيناء اللي بدأ سنة 94 وكان مفروض ينتهي سنة 2017 اللي فضل الله يومين وتخلص أمر طبعا غريب أنا أبتسم وأنا حزين أكيد إن فعلا كان مشروعات أجلت وأجلت وأجلت يعني ما كانش فيه القدر الكافي من الاستشعار بهذا الأمر أنا شايف إن كان فيه تنمية كانت الصورة تكون مختلفة خالص طبعا كانت مفروض فيه جدية في عملية صناعة التنمية إدراكا بجدية هذا المكان وبأهمية هذا بخطورة التحديات بخطورة التحديات الإرهاب الإرهاب يواجه بالسلاح ويواجه بالتنمية معا في نفس الوقت بس بقى إحنا هنا برضو بدام حضاك أصارت هذا الموضوع إحنا لازم نفرق بين الإرهاب والتطرف علشان بقى يكون فيه نوع من الإنصاف تمام الإرهاب ده خلاص حمل السلاح فلا يواجه إلا بالسلاح إنما التطرف مازالت الأفكار تراودهم ومازالت تشويش على هذه الأفكار أنا مفروض أن أنا أحميه من هذا الأمر المفروض أن أنا أحميه عدل الصورة شغل السلاح شغل الدين شغل قصور الثقافة شغل البرامج التوعية شغل أمور كثيرة شغل التنمية لحنا قلتو أنه وفر له فرصة عمل وشده للوطن علشان هو يعني الشيء يعني الشيء فاقده الشيء لا يعطيه لا يعطيه أكيد ما فيش كلام طيب الأفاق المستقبلية واستشعار الناس الأمل خاصة بعد الحدث الأخير وتعامل الدولة الراقي الحقيقة مع أهالي الشهداء والمصابين اللي كانوا موجودين في بل العبد تحديدا والله أهالي سيناء يستشعرون بلياد التي تمد إليهم لما حدث العمل الإرهابي الخسيس سريعا فرش المسجد وسيفرش أيضا مئة مسجد في سيناء شعرا بالدور الاجتماعي اللي لازم رجال الصناعة ورجال أعمال يقومون به ما بيكلمش بقى على مساعدات دي مساعدات دي أنا ممكن تيجيل وتيجيل غير وإلى آخر لكن قدمت مساعدات كثيرة بس مش هو هذا المطلوب يعني قال أحد شيخ القبائل الشيخ سليمان الزمنوت من شيخ شيخ قبائل سيناء ونائب سيناء السابق ومناسبة هو الأخ الأكبر للي هو محمد الزمنوت محافظة قال لا تعطني السامكة بكلم الأستاذ محمد ولكن علمني كيف أصداد القصة أننا إزاي أن يتوفر مشروع يساعد على لؤمة عيش وبالتالي يفتح بيوت وبالتالي أول واحد هيقاوم وهو بالمناسبة بيقاوم الآن مواطن السينوي يقاوم الإرهاب وبكل قوة ولا تسمع لما يقال من كلام يخالف الواقع والمنطق والشرف والكرامة من أن فيه شكل سلبي في تعامل مواطن لا بالعكس بالعكس على الإطلاق فيه شرف وفيه كرامة طيب إذا كان الشرف والكرامة موجودين في وقت ما فوش عمل ما عندوش عمل فهما بالونا بقى لو العمل توفر والتصرق بالدولة وحس الدولة خلي بالحضر داكسينة دي كان اللي بتعلم فيها فترة من الفترات التلميذ ابني بيجيله الباصل حد الباب البيت مثلا يعني إنما لما يمشي التلميذ في المرحلة البتدائية 6 كيلو متر عشان يصل للمدرسة ويرجع 6 12 كيلو متر في اليوم الواحد ووالده ما فيش حرفة رئيسية إلا الحاجات الطبيعية اللي من بيئة اللي كذا 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 والوظيفة لا توفر الوظيفة ورغم ذلك يحب الوطن وبعد ما يتخرج يلاقي تحديات كمان حتى في الالتحاق ببعض المؤسسات في الدولة اللي كان موجود انت لو تشوفت بقى بالضبط شرفتني جدا الحقيقة كل الأمنيات بالتوفيق والحقيقة احنا كمان خلينا نقول ان فيه توجه حقيقي هذه الأيام فيما يتعلق بالتنمية في سيناء ده توجه الدولة المصرية بشكلام للإعلام ولكن بالفعل للإنصاف هناك إرادة حق الحية للتنمية بشكرك جدا يا دكتور الدكتور عادل اليماني والسازي الأعلام ومنصق عام هذا المؤتمر شرفتني في هذا الحوار شكرا جزيلا بشكرك على الإيجادة في إدارة هذا الحوار شكرا جزيلا شكرا جزيلا طيب مشاهدين الكرام كده وصلنا مع حضراتكم لختام فقرات من القاهرة هذه الليلة بكرة فريع عمل جديد أما أنا فالتقي مع حضراتكم في الأسبوع القادم بإذن الله في أمان الله شكرا جزيلا